الكابتن حسام حسن مستني دعمكم الكابتن حسام حسن مستني دعم الجميع طبعا دعم اتحاد الكورة ده موضوع مؤكد ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه خصوصا ان هي ديت منظومة والإدارة لازم تبقى موفرة كل حاجة ويمكن دوت اللي تكلم فيه الاستاذ جمال علام ولكن مستني الشارع الناس والحمد لله بنتكلم وبنقول كابتن حسام حسن يملك كريدت كبير جدا ما بينه وما بين الشارع المصري الشارع المصري بيحب حسام حسن الشارع المصري في فترات كتيرة نادى بوجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية المنتخبنة الوطني وبالتالي برضو الفترة دية وبعد رحيل فيتوريا برضو الشعب المصري وجمهور الكورينا ده بوجود حسام حسن فطبعا حسام حسن بيتكلم ان يعني دي ثقة غالية جدا جدا وبيتكلم ان هو نفسه يعني طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان يرد الدين للجمهور الجمهور اللي قال عايزين حسام وعنده ثقة في حسام وابراهيم والجهاز الوطني اللي يبقى موجود وده وضع طبيعي لازم يبقى فيه دعم من الجميع الكابتن حسام اتكلم في نقطة مهمة جدا وديت يا جماعة لازم نبتد نركز عليها من دلوقتي اللي هي لازم الناس تصبر لازم يبقى فيه نوع من انواع الصبر منتخبنا طالع من بطولة ما كانتش احسن حاجة اداء مش كويس رحيل مدرب بسبب الاداء والنتائج والخروج من دور الستاشر في بطولة كنت ممكن بكل سهولة ان انت تكمل فيها وتسعة دور التمانية وتلاقي نفسك فيه فقبل النهاء على الاقل ولكن حتة الصبر ما تجيش دلوقتي تفضل تقول طب هو حسام حسن هيبدأ امتى نحن عندنا في شهر ثلاثة معسكر اللي هي دورة دبي اللي هيبقى فيها كرواتيا ونيوزيلندا وتونس ما تبقاش انت عايز تشوف كل حاجة متغيرة بسرعة الساروخ ولكنها بطولة هتبقى بطولة مهمة ان الكابتن حسام يقرب من اللعيبة اكتر يشوف اللعيبة على ارض الواقع خصوصا وان احنا دخلين في شهر ستة على مبارتين احنا بنقول ان المبارتين اللي هيكونوا في ستة في تصفيات كاس العالم هي المباريات الاهمة في المجموعة اهم معسكر طبعا كل المباريات مهمة ولكن انت عملت ضربة البداية بشكل كويس قدرت ان انت تكسب جيبوتي قدرت ان انت تكسب سيرليون ولكن انت عندك المنافس المباشر بالنسبة لك وفريق قوي هتوجهه وحتوجهه هنا في مصر اللي هو فريق بوركينا فاسو وبالتالي بعدها على طول هتطلع هتلعب مع غنيا في ملعبها غنيا بساوي وبالتالي معسكر هيبقى في منتهى الاهمية طبعا الاستعدادات والمباراتين اللي هنلعبهم في دور الدبي اكيد هتفرق مع الكابتن حسام بشكل كبير جدا وزي ما بقول هيشوف اللعيبة ناس كتير قاعدة اعمالها تتطرق مين اللي ممكن يبقى موجود مع الكابتن حسام مين اللي ممكن يبقى مش موجود ناس كتير بتتكلم على حاجات بعيدة عن ارض الواقع يعني كلنا هنشوف حسام حسن تفكيره ايه دماغه ايه ولكن ناس كتير بتروح ان هيبقى ده في غر بلد الفرق دينو الصحة تيمشي ده 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 كلام كله يعني ملوش اي اساس من الصحة كابتن حسام اتكلم النهاردة ووضح هو والكابتن ابراهيم حسن في نقطة ان اللاعب اللي حييجي يمثل منتخب مصر اللي حييجي حيبزل كل ما في وصعه كل جهد كل نقطة عرق هو اللعيب اللي حيبقى موجود ومتواجد بصفة اساسية في منتخب مصر فحسام ابراهيم بيتمتعوا بالعدالة دي معروف عنهم من زمان الكويس حيبقى موجود اللي مش كويس اللي عايز يتدلع اللي فاكر ان هو معسكر كم يوم وحيخلص وكده والكلام ده تقال النهاردة كده باللوز وده شيء جميل لان الناس مفروض عارفة او اللعيبة عارفة ان الجمهور دي لهم ثقة كبيرة جدا وعارف امكانياتها فلازم الجهد اللي يبقى مبزول والاداء اللي اللي يبقى تقدموا والجهاز الفني طبعا والتحاد الكورة وكل المسؤولين عن الرياضة في مصر لازم كل ده يبقى منظومة واحدة في خدمة المنتخب اما كل حاجة هتبقى ماشية كويس في الآخر هنلاقي لينا منتخب وطني قوي منتخب وطني قوي اتكلم النهاردة كابتن حسام في نقطة ان الناس لها نظرة بتنظر لمنتخب مصر بنظرة ممكن احنا نفسنا مش شايفينها هم شايفين منتخب مصر ده حاجة كبيرة جدا وحاجة جمدة جدا فاحنا اللي بنفرد في كده احنا اللي ممكن ما بنشوفش نفسنا اوقات كده فاتكلم ان منتخب مصر لا منتخب مصر كبير ولازم يفضل كبير وطلب زي ما بقول لحضرتك الدعم من الجميع